اشتركوا في القناة مع جنابك الكريم طرحت موضوع كتاب ابن أعثم الموضوع اللي من غسله عمر ابن الخطاب اللي غسله علي بن أبي طالب أنا تابعت على وسائل التواصل على التكتوك وغيره شفت صد كلش يعني راقي بهذا الموضوع اليوم حقيقة أنا من قلت لك أنت فيك شي لله والله أنت فيك شي لله أنا ما أجامل حتى خصمي أتعامل ويا برجولي وإنت إن شاء الله مو خصم إنت إن شاء الله أخ من ضمن الأمور اللي كنت أبحث بها هاي الفترة صالت شهرين ثلاثة بس أريد شوية تجاوب ويا نقطة نقطة على مدعنا شوية أرتاح بالحديث طباً أول الرسول صلى الله عليه وآله من نزل من غار حراء يرتجب فيرتعد المن لجأ أول أول شخص يا أحسنت رحمة الله على والديك السيدة خديجة لجأ إلى زوجته وزوجته طمنته وناصرته وأيدته هي كانت أول من أسلم بالرسالة المحمدية الإمام علي سلام الله عليه أول ما مات الرسول صلى الله عليه وآله أول ما توف الرسول صلى الله عليه وآله لجأ إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها أم ما لجأ طبعاً رجأ كان موجود قريب عليه فاطمة الزهراء أيدت علي ابن أبي طالب قالت له يا علي يا ابن أبي طالب يا زوجي يا غالي أنت الولي أنت الوصي أنت الأمير هل بايعت فاطمة الزهر علي بن أبي طالب لم تأخذ ذلك الكلام الكلام يبقى للعقلاء أنا أكثر من هذا كلام بعد جزاك الله ألف خير والله ينصرك والله يفتح عليك مثل ما قاعد تفتح علينا وتنورنا والله والله إليك أجر كبير جدا للعلم أنا لا أزال للعلم أنا لا أزال على مذهب أبي وأجدادي وأبحث وأظل أبحث وأظل أبحث لكن القلب مطمئن بأمر والله العظيم ولكن نحن شوية الخوف من الإعلان نوفات يصير خلينا نستخدم الدقيوية هنا ومجتمعنا لا حول أولا الله ينصرك والله عزيزي أنا أريد من هذا كلامي أريد بعض الأخوان ينتبهون لهذه الحالة إذا فاطمة تجدرى سلام الله عليها بأبي وأمي ما 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 ناصرت ولا بايعت ولا أيت ولا قال بالعكس راح تطلب الحق مالتها من الخليفة المنصب صحيح والله مولانا الله عزيزي جزاك الله الله خير والكلام لذوي لذوي الألباب والسلام عليكم الله الله عزيزي وسبحان الله لو أن السيدة فاطمة رضي الله عنه أرضاه أرادت بالفعل يعني فدك أن ترجع لها كانت نادت بالإمامة فإذا ذهبت الإمامة لعلي بن أبي طالب معناها أنها أخذت أرض فدك يعني كيف تبحث عن الأدنى وترك الأعلى يعني تخيلوا كده يا إخواننا مثلا زوجة معها زوج والمفروض أن الزوج ده هو خليفة المسلمين عارفين يعني خليفة المسلمين يعني خليفة المشارق والمغارب خليفة المسلمين خليفة الأمة رئاسة الأمة فأنا كزوجة أسكت عن رئاسة الأمة وروح أدور على حتة أرض ده بأي عقلية يعني أنا نفسي أفهم بأي عقلية إن أنا أترك خلافة الأمة يعني تكون ليا الأرض شرقا وغربا تحت طوعي ده حتى عندنا في الزمن ده زوجة الرئيس يقولوا عنها السيدة الأولى السيدة الأولى فتخيلوا بقى وبعدين إيه ده دين ودنيا يعني لو أخذ الدين أخذ مع الدنيا طب بلاش الدنيا خليها الدين تترك إمامة الدين وتذهب وتتكلم في الدنيا فأي عقل الله المستعان ربنا يهديهم سبحانه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر